السلام عليكم. زيكم يا داكاترة ويا سادزة ويا بش مهندسين. ربنا العزاء في اللاب سنة اولى سنوي. اهلا بيكون معانا في تاني حصة من حصة يونت وان لسون تو. داكاترتنا واسادزتنا. حصة بتاعتنا بتاعت النهاردة. هنتكلم فيها عن حاجة اسمها الماجرينج تولز. حلو جدا جدا جدا. قبل ما ابدأ كلامي في الجزء بتاع النهاردة. عايزين نعمل كده ملخص او سامري الجزء اللي احنا قولناه قبل كده. عايزو الغالي رئيس قسم الكيميستري كلامنا الحصة اللي فاتت عن الساينس. وانا ان الساينس هو عبارة عن ارجانايزد نولج. وانا دا الميننج بتاع كلمة ساينس. وبعدها كلمنا عن كلمة اسمها كيميستري. وانا الكيميستري هو وبيدرس كمان اللي بيحصل للماتر والكون ديس ريكشن. قلنا الدول عندنا الحصة اللي فاتت. دول كان الستارت بتاعنا. بعد كده اخذنا حاجة اسمها البرانشز اوف كيميستري. وقلنا قبل البرانشز اوف كيميستري من زمان جدا. والانشنت ايجيبشينز استخدموا الكيميستري في حياتهم. زي حاجة مهمة جدا. موميفاينج دير ديس. وقلنا هادا كاتره يا ستزا مش مهندسين ان الكيميستري داخل في كل حاجة في حياتنا. خلنا وقلنا في عندنا مهمة قوي للكيميستري زي الفيزيكال كيميستري البايو كيميستري اورجانيك كيميستري انالاتيكا. قلنا الارجانيك ده الساينز اللي بيدرس الكيميكا الكومباونز اللي بتيجي من الليفينج اورجانيزمز زي البلانتس والانيمالز. وقلنا الانالاتيكا الكيميستري في حاجتين حاجة اسمها كواليتي وكوانتيتيف اناليسز. كواليتيتيف وكوانتيتيف في في الـ Qualitative قلنا إنه هو بيدرس الـ Type بتاع الـ Constituent أو نوع المكونات اللي عندنا عندي إيه مكونات وبعد كده في الـ Quantitative النوع التاني منه أو الـ Branch التاني من الـ Anatical Chemistry قلنا بيدرس مكونات دي موجودة بقدي إيه؟ الـ Amount بتاعتهم أو الـ Concentration بتاعهم وبعد كده اتكلمنا عن حاجة اسمها Nickel Chemistry قلنا ده علمي جميل جدا Thermo Chemistry Electrical Chemistry وقلنا زي ما قلت لكم من شوية Definition بتاع الـ Organic Chemistry إنه هو بيجي من بلانت أو إيه أو أنيمالز وبعد كده قلنا الـ Anatical Chemistry مقسوم لحاجتين حاجة اسمها Qualitative وحاجة اسمها Quantitative واحد بيعرفني الـ Type والتاني بيعرفني الـ Concentration أو مين أو الـ Amount يا دكاترة ويا السادزة ويا بشمانس كلمنا قلنا الـ Ancient Egyptians نستخدمه Chemistry في كل حاجات دي احنا قلناها بعد كده خدنا عنوان رئيسي قلنا إن الـ Chemistry is the central science وقلنا فيه كـ Revision لحضرتك Chemistry is the central science عشان هو بيخش في كل العلوم اللي حواليه زي الـ Biology وزي الـ Physics وزي الـ Medicine والـ Pharmacy والـ Agriculture وزي الـ Future Sciences اللي هو الـ Nanotechnology وبعد كده عملنا دايرة كده في النص قلنا ده الـ Chemistry بالنسبة لنا Related للـ Physics Related للـ Biology Related للـ Agriculture Related للـ Medicine قلنا Related للـ Biology في علمي اسمه Biochemistry يعني أسئلة هاي كتيرة الـ Integration between Chemistry والـ Biology يدينينا Biochemistry والـ Biochemistry هو Branch of Science which study a structure بتاع Cell of Living Organisms زي الـ Fats والمين والكاربوهايدريتز والليبتز والحاجات دي كلها بعد كده خدنا يا شباب حاجة اسمها Physical Chemistry وقلنا في الـ Physical Chemistry هو بتوقع الـ Physics بيدرسوا او اي حاجة بالنسبة لهم يا Particle يا Wave يا Particle يا ايه؟ يا Wave يعني لو قلت له انا بالنسبة لك ايه؟ قل انت بالنسبة لي Particle صح؟ صوتي Wave فبتوقع الـ Physical Chemistry هيدرسوا ايه؟ Chemical Structure بتاع الـ Particles والـ Property بتاعته اللي بتكون مين الماتر وبعد كده اتكلمنا عن الـ Agriculture Chemistry وقلنا بنستخدمه عشان نحد الـ Sotable Crop احسن محصول مناسب للـ Soil او بنستخدمه كـ Fertilizer قلنا بنستخدمه كـ Insecticide مبيد حشرات او Pesticide مبيد فطريات حلوة اوي وبعد كده اخدنا دور الـ Chemistry في الايه؟ في الـ Medicine والـ Pharmacy وقلنا ان الناس الـ Chemistry المتواضعين اوي اللي زي كده كميائيين يعني بيعملوا ايه؟ هما اللي بيعملوا بنفسهم Extract and prepare Chemicals المواد الكيميائية المادة الفعالة اللي بنستخدمها في حاجة اسمها الـ Medicine وبيقدروا يعملوا الـ Chemical Analysis اللي عن طريقه بيعرفوا الـ Function بتاعت الـ Hormones والـ Enzymes جوه جسم الانسان واي مشكلة حصلة جوه جسم حضرتك ده باختصار شديد اهم الـ Points اللي كلمنا عنها الحصة اللي فاتت قلنا عنوين Medicine وكلمنا عن الـ Give reasons دي قلنا ليه الـ Chemistry مهمة اوي في الـ Medicine عشان الـ الناس المتواضع اسمهم ايه؟ اسمع صوتكم ايه وكده اسمهم Chemistry semester بيعملوا ايه؟ prepare and extract chemicals which used in medicines وكمان قلنا ان الـ Physical بيساعد الناس الـ Physic Test ان هم يعملوا الـ Performance بتاعتهم او المهم بتاعتهم بطرق سهلة عشان الـ Chemistry بيدرس structure والـ Properties بتاعت الـ Matter اللي بتساعد الـ Physic Test ان هم يعملوا الـ Functions بتاعتهم بطريقة سهلة جوبنا سؤالنا مع بعض الحصة اللي فاتت والاجابة بتاعته كانت موجودة في السلايد اللي فاتت اللي هي فيها مين؟ وهي بدي الاجابة بتاعت السؤال ده لو حد عايز اكتبها عنه كده يا داكاترة ده اللي احنا اتكلمنا عنه بصفة عامة المرة اللي فاتت اتكلمنا يا شباب عن نانو كامستري وقلنا هو العلم الجديد الفيوتشر ساينس اللي بيدينا نيو بروبيرتي بتاعت السابستنس صفات جديدة اكسترا اورديناري بروبيرتي قلنا حتى كده جولد عارفين كل يلا ان لونه جولد او لونه يلو قريب لليلو شوية لكن لما حطنا عند النانو ادنا الوان مختلفة جديدة فهذا اسمه النانو كامستري العلم الجديد اللي بيدينا نيو بروبيرتي فور السابستنس وبعد كده يا ده كاترة دخلنا في عنوان اسمه المجرمنت وقلنا ان المجرمنت هو عبارة عن كومباريزن وبعد ذلك قول معايا ها انا بلاجع معك عشان افكرك بالمعلومة المجرمنت هو عبارة عن كومباريزن between two types of quantities واحدة نون والتانية unknown ليه to determine how many times the first يعني معايا متر كده هقدر اعرف بي ايه كام واحد كام متر to know how many times the first includes the second ده ده كاترة بالنسبة للمعنى بتاع كلمة وقلنا هو مهم جدا في حياتنا عشان ثلاث حاجات بيدينا الانفورميشنز عن مين؟ عن الطيب والكنسنتريشن بتاع القلمة بيعرفنا monitoring health protection زي ما قلنا كده في زيزة المية اللي احنا بنشربها بنعرف كل الحاجات اللي موجودة فيها وكمان بيساعدنا في chemical analysis during a diagnosed diseases ده اللي احنا قلناه كحاجات مهمة جدا جدا في الجزء اللي فات ده كده باختصار بسرعة الملخص بتاع lesson one طلبنا العزاء اللي بيتابعونا على اليوتيوب طبعا دايما دايما بننزلكم summary بتاعت اللي سنز فتابعونا دايما عشان تتفرجوا على كل الفيديوز المهمة والملخصات المهمة بتاعت كل lesson للتوفيق اليكم السلام عليكم اشتركوا في القناة